السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم فيديو جديد في كورس foreign trade بعنوان شابتر 1 international trade and the balance of payment مازالنا في شابتر 1 في بارة 1 في شابتر 1 نتكلمنا عن international trade واتكلمنا عن absolute advantage وعن ال comparative advantage النظرية بتاعت Adam Smith و Ricardo النهاردة بقى موضوعنا هنتكلم عن the balance of payment و how to record the transaction in the balance of payment ماشي كنت بتاع كورس شابتر 1 خلاص نخلاصه النهاردة هي بيبقى لنا 2 3 و 4 ماشي balance of payment يعني ايه balance of payment او ميزاد المدفوعات يقولك هو كده بكل بساطة the record of transaction between it is resident and the foreign resident over a specific period بمعنى تقدر تقول ان هو ايه بيان احصائي مثلا او سجل عن مين او عن ايه عن transaction اللي بتحصل ما بين المقيمين في الدولة وما بين الاجانب المقيمين او الاجانب اللي خارج الدولة في فترة معينة من الوقت عادة بتبقى سنة يعني طيب ثاني دوت بنسجل فيه transaction اللي بتحصل ما بين المقيمين مثلا ما بين المصريين المقيمين في البلد خلاص ما بين الاجانب بقى ما بين الاجانب المقيمين في الخارج خلاص اي transaction اللي بتحصل ما بينهم بتتسجل فيه balance of payment دوت طيب مقصود هنا بالمقيمين مين مقصود بمواطنين افراد افراد عادين خالص ماشي افراد مثلا ممكن بيستوردوا حاجات من بره بيشتروا حاجات من بره مقصود بيه مثلا شركات شركات اشخاص شركات بوسحمة من قد النظر عن الشكل بتاعها بس شركات مش شرط يعني يكون افراد او مش شرط يكون شركات بس خلاص ممكن يكون حكومة government organization ممكن يكون منظمات حكومية هي اللي بتعمل ترانز اكشن ديت ماشي او foreign resident برضو نفس الكلام مش شرط يكون افراد ممكن يكون افراد شركات منظمات حكومية وغيره خلاص يبقى كده الخلاصة ده record of trans action ما بين resident وال foreign resident المقيمين في الدولة مقيمين في الداخل والمقيمين في الخارج وعادة اني تبقى سنة طيب تلات حاجات current account حساب حساب راس المال او لها اسم تاني هي او حسابات التسوية طيب نبتد اول حاجة current account current account deals with goods service and income طب سانع جوز و service عارفينها ايه اللي دخل income في الموضوع او income ازاي يعني اقول لك مش ممكن يكون في ناس مكمنين في مصر عندهم وداع في الخارج والوداع دي بيتجيب لهم فوائد صح طيب ممكن يكون تقعد في مصر وعندك اسهم في شركات في الخارج والاسهم ديت بتاخد عليها صح؟ دي اه دي انكم تعتبرها انكم ماشي؟ مثلا شركات متعددة الجنسيات اللي موجودة في مصر والدولة الامة نفترض في ايطاليا خلاص مش ديت بيتجيب لها وبروفيت دوت الشركة اللي في مصر جابته بيتحولوا الدولة الامة في اه في ايطاليا صح؟ ده كده انكم اه بس انكم خارج ماشي؟ كل ده باعتبره انكم طيب تعال نشوفوا موضوع الكرنت اكاونت نفسه جواه بقسمه الاربع حسابات اول حساب عندي ده عبر عن بسميه حساب التجارة المنظورة ليه منظورة او مقصود ايه كلمة منظورة؟ انها منبدل فيه جودز 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 مش سيرفز يعني تانجبل جودز خلاص؟ طيب ده المرشندايز تريد اكاونت وطبيعي طالما في حساب للجودز او التجارة المنظورة هيبقى في حساب للتجارة غير المنظورة سيرفس صح? الله رقم اتنين اسيرفيس اكاونت اسيرفيس اكاونت عزي ممكن ده بت مسلا اقولو انفق السياح في الخارج المصريين راحوا تفسحوا فالط برى فالفلس اللي هم اصرفوها بره دي ايه دي خدمة المقابل خدمة السياحة مماشي الممكن انفق السياح في الداخل في مصري هين عندنا ممune قولة انشوية لها نافقات التعليم في الخارج في مصري بيتعلم بره ممكن مصريug cold x 14 بيتعلم عندنا في مصر ممكن وفي فعلا عندنا هنا في الكلية ناس اا يعني الكلاب بتعملون هم اجانب او مش بتعملون هم اجانب فعلا خلاص فبياخدوا منهم مصريف الدولار ماشي ده دي فلوس بياخدوها مقابل خدمة التعليم طب نبرده زي نفقات العلاج العلاج في الخارج الناس ها بتخرج برا تتعالج خلاص ما دي برضو بيتفعها فلوس قصة سيرفز اللي هي العلاج برضو اا لو في حد من برة هيجي تعالج هنا في مصر صح كل دات نفقات العلاج طبعا في كتاب اللي احنا يعرفوا اكتر خدمات بتاعة الاي سي تي سيكتور ماشي ماشي بيع بقى بصائيات وكلام دات بيعوا برا اه القصة ديت كلها طيب التالت حاجة عندها investment income account ازاي income account اتكلمنا عن القصة دي اهو international interest and dividends payment international interest ازي بقولك ممكن تكون انت مصري وعندك وديعة وديعة في الخارج خلاص الوديعة دي بتجيب لك دي كenternational interest ممكن يكون عندك اسهم في الخارج والاسهم ده بيجيب لك اكيد طبعا عارفين قصة بتاوزعات الارباح من طيب اه 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 زي ما بقول لك ممكن يكون شركة شركة موجودة عندك هنا في مصر خلاص بس ايه اه او العكس يعني ممكن يكون انت شركة بتعددة الجنسيات ومكار الام بتاعك هنا في مصر خلاص وفي الشركات اللي بره ديت المكارات بره بيجيب لك في الشركة الام هنا في مصر او العكس صحيح طبعا طيب زي او اللي بسميه معاملات من طرف واحد زي الهدايا ازاي معاملات من طرف واحد مسلا الكويت او السعودية بعتت مساعدات او معونة لمورتانيا او الصومال عشان في مجاعة هناك حلاص? مسلا معونة الامريكية اللي بناخدها دي دي حسابات من طرف واحد حلاص? لو احنا بناخد فلوس بس يعني ميدفعش حاجة اصادة ماشي? عندك مسلا اه ساعة الكورونا ساعة الكورونا ممصر بعتت لايطاليا مساعدات عشان اه عشان الكورونا كانت جاملة وكده عندها خلاص? دي ترانسفيرو فيمنت اكاونت دي معاملات من طرف واحد معاملات من طرف واحد خلاص دي هتتسجل برضه في الكورنت اكاونت طيب الكورنت اكاونت بنسميه ايه بنسميه ايه 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 او 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 اكشن خلاص? طيب بتاع بقى او ده ده الفعلي رد الفعل بتاعه فين؟ بيبقى في الكابيتال اكاونت لو رقم اتنين عندي. مسلاNE مثلا انت خلي معي كده لو شركة مكراف ايطاليا شركة عديد جنسات مكراف ايطاليا عايزة تفتح فرع هنا في مصر فهتيجي تعمل ايه? هتيجي مثلا هتشتري حتة ارض خلاص دي فينانشل اسيتس وبنيت عليها مصنع دي فينانشل اسيتس هتبيع وتشتري هتبيع وتشتري ده بقى يخش في الكارنت ومعمل مش قصتنا خلاص بس في كابيتل اكاونت بيتكلم عن ايه? لو التتفوقات الاموال مقابل استثمارات خلاص مقابل استثمارات مش بيع وشهدا زي الحساب الجاري او الكارنت اللي احنا استكلمينا عنه لا ده بقى هيبقى فلوس مقابل استثمارات ضخمة فاينانشل اسيتس ادنان فاينانشل اسيتس ورس هنتكلم دلوقتي من التفاصيل اكتر طيب اوفيشل اسيتمنت بالانس او اس بي ده تالت نوع عندنا او تالت اكاونت عندي في بالانس اوفيمنت ده بسجل في ريكورد ازا نت اا نت اتشينج ان فورين اكسينج رزيرف اند اوفيشل جاورنمنت بورينج ده بقى خاص بي اللي هو صافي الاحديات النقدي وصافي الاح حاجات حكومية كلها. كلها حاجات حكومية. خلاص. ودوت على فكرة بستخدمه الحقيق في كتاب يعني عشان اتعرفها بستخدمه علشان اا ازاوي العاجز او الفائد عندي كلم. خلاص. بعد ما ايكون عندي عاجز او ممكن يكون عندي فائد. ولازم يكون ما نفعش يكون في عجز ولا ينفع يكون فائد. فلازم يكون protect. هيخلchten عن طريق بقى ايه الreuholeal statement balance. داوت او صفر احتشاط الدولية. مسلا اه بنك المركزي يخفض او 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 يخفض لو فيه فائد او يزيد يزود لو فيه عجز من العملات الاجنبية. بس عنده عجز في العملات الاجنبية يوم يعمل ايه? يزود عملات الاجنبية في البلد. بنك المركزي يدخع اه دولارات كتيرة في البنوك عشان الناس تشتريها. ماشي? او العكس برضو صحيح لو عندك فائد يسحبها من البنوك. ماشي? ممكن مسلا اه يخفض او او يزود ازونات الخزانة الاجنبية للحكومة بتاعت الحكومة. ماشي? او ممكن برضو يبيع او يشتري ازونات خزانة حكمال الاجانب. خلاص? كل الكلام ده. او ممكن ياخد كارد. كارد من صندوق النقد الدولي. ده اكتر حاجة احنا عارفينها طبعا. خلاص? بياخد اه بياخد اه كارد لها عشان من صندوق النقد الدولي علشان يساوي. ده سبب من الاسباب يعني. طيب. بص بركز معي. هنكلم بقى بتفاصيل اكتر عن بمعنى هنبسك داوت هنقسمه لكزا حساب والكزا حساب ده هنقسمه برضو جوا. بمعنى هنقسمه الاول الحساب او الميزان التجاري. ميزان التجاري داوت هنقسمه الحكتين. اللي هو الصدرات والوردات من التجارة المنزورة بتاعت الجودز والسيرفيس اللي هي التجارة غير المنزورة. طيب. هنقسمه الحكتين برضو. وتالت حاجة عندها في كارنت اكاونت نت يوني لتلار ترانسفير. اللي هي معاملات من طرف واحد. طيب كارنت اكاونت داوت بيشوف ايه اصلا بشكل عام يعني. بيشوف صافل صادرات. طالما قال لك نت بقى في حكتين هتروح مع بعض. هنطرح من امبورت. خلاص وقى كده كده كارنت اكاونت بيشوف لها النت. نت اكسيبورت. والنت انترناشنال انكم ريسيت بيشوف لها الحكتين دولات. ماشي. لبعد اول حاجة. او بلانس او جودز ان سيرفيس. هنمسك بقى حساب تريد اوف بلانس ده. تريد اوف بلانس كان جوة ايه? لو تفتكر. نجوة مارشنداز تريد بلانس و سيرفيس بلانس. طيب ايه هو اصلا تريد بلانس بقى لك تربرزنز بتوين اكسيبورت ان امبورت. او جودز اند سيرفيس. هيشوف لك اه الصافي او اه الفرق ما بين الاكسيبورت والامبورت بسواء او سيرفيس. طيب اول حساب يعني لازم انتفعنا اول حساب جوة حساب. لو مرشنداز او بلانس او اه اون جودز. لازم انتفعنا ده برضو امبورت اند اكسيبورت او لواء التجارة المنزورة. زي العربيات كمبيوتر لبس تلفزون. ولازم اه او مش لازم يعني اكوال اكسيبورت امبورت او جودز. ده بيساوي اطراح الاكسيبورت من الامبورت هيطلع علي البالانس ان جودز. طيب السيرفيس بلانس برضو زي انتفعنا ده بتاع الخدمات بقى خاص بالخدمات او التجارة غير المنزورة. زي انتفعنا بالانفق في السياحة تعليم علاج نقل خدمات الانشورانس كل الكلام دوت بقى هتبرو من ضمن السيرفيس بلانس. ماشي. عندي تاني. عندي تاني حاجة الانكم بلانس. انكم بلانس جوا نت انفستمينت انكم ونت انترناشنال كومبزيشن تاني. طيب اول حاجة نت انفستمينت انكم. معنى ايه? وخلي بقى لك طالما نت يبقى في حاجتين طريحهم من بعض. طريح ايه بقى من بعض? بيقول لك اهو. بمعنى ممكن يكون انا مصري اه دلوقتي خلاص? وعندي استثمار خارجي. استثمار ده بيجيب لي ارادات. بمعنى. اه عندي استوك. الاستوك ده بيجيب لي او عندي بوندس برضو بيجيب لي عوائد خلاص? او ديفدنس برضو او مش ديفدنس بيجيب لي عوائد. ماشي? كل دوت ايه? يعتبر استثمارات خارجية. ممكن يكون عندي ممكن يكون عندي عقار برده. ماشي? عندي فيلا برده. بقى اجرهو بيجيب لي فلوس. صح? ده كده استثمار خارجي. او دومستيك ريزدينت انفستمينت ارننج فروم فورين ستوك بوندس ريزدينت. طيب هما ينصوا من ايه? نفس الكلام ده بس اعكسوا بقى. ممكن يكون واحد قاعد في او البلد كده او قاعد في السعودية مسلا. خلاص قاعد في السعودية. وعنده استثمارات هنا في مصر. شاري اسوم هنا في مصر. الاسوم دي بتجيب له ديفدنس. والديفدنس بتروح له عالسعودية. خلاص دي فلوس خارجة هي. عنده بوندس عند ريزدينت سعودي عنده فيلا هنا في مصر بيأجارها. خلاص وبياخد ايجارها. ايجار دوت لما بيروح للسعودية. ده يعتبر ايه? foreign investment earning from domestic stock bonds real estate. خلاص هتراحوا من بعد اطلع لنت investment income. او بيقولك ايه it is the difference between income reset in country owned assets abroad and income payment on foreign owned assets in the country. او الفرق ما بين ال income بتاع owned assets اللي هو ايه ايه assets بتاعت الدولة بس برة خلاص? او assets بتاعت مقيمين في الدولة بس برة انا زي ما بقولك اهو ممكن تكون تقاعد في مصر. وعندك فيلا في السعودية. خلاص او دوت assets بتاعك اهو. بس ايه خارجي. موجود برة. نشي? والفرق ما بين. نفس الكلام برضو income payment in foreign owned assets in the country. اا الفيلا بتاعت الراجل السعودي اللي قاعد في مصر دوت. ده اا استثمار خارجي. foreign investment earning from domestic اا real estate. اوكي? طيب اتين كلوا international interest. زي ما بلت لك بقى international interest. اللي هي ازا لو انت لك وداع الخارج هجيب لك فلوس ده international interest. دفدنس بيمينت عندك اسهم برة. and the earning of domestic owned firm operating abroad. اللي هو شركات متعددة الجنسيات. ويجيب لها earning. ده ممكن يكون لو شركة الام هنا في مصر. فهذا earning داخل في مصر. اا او داخل لمصر. اما لو الشركة الام او مقر الام بتاع الشركة خارج مصر بعدها كده استثمارت خارجة من المصر. زي ما بقول لك للشركات متعددة الجنسيات دي هات المرتبات اللي بتدفعها للامبليو دوت يعتبر في تحط في الانكم بالانس. ماشي? زي ما بلت لك دوت بتاع الهدايا. مع يعني difference between الجفت. الجفت دي ممكن تكون برشيز او سيرفيس او اسيت. خلاص? الجفت دي رسيفت فروم زيست او زاورد ان الجفت ميت بزا كاونتري توفورين كاونترس. البلاد بتوزع لبعض هدايا. ماشي? زي مسلا معونة الامريكية زي ما قلت لك في مجاعة في الصومال مسلا فالدول الخليج السعودية تبعت لها معونة. اه احنا لما بعتنا لايطاليا حاجات ساعة الكورونا. كل دي هدايا او معاملات من طرف واحد فهدي مش بيقابلها الطرف تاني يعني بتتسجل معاملة من طرف واحد بس. مش مش يعني ما فيش قصادها او فلوس يعني خطة. حلاص? طيب. دي كده معنى كلمة معاملة من طرف واحد. طيب نخلش بقى تاني حاجة زي كابيتل اكاونت. كابيتل اكاونت فيها حاجتين بس. هناك فينانشل اكاونت. زي ما اتفقنا كابيتل اكاونت ده تعتبر دي اكشن الكورنت اكاونت. كابيتل اكاونت بيختلف عن الكورنت اكاونت في حساب رأس المال هنا. مخصص اللي هو الفلوس اللي جاي مقابل استثمارات. خلاص? فلوس ده جاية. او خارجة مقابل استثمارات. ماشي? زي مسلا زي ما اتفقنا لما شركة اه شركة بتعديل جنسيات ما قرار في ايطاليا. قررت انا هتفتح شركة هنا في مصر. فهتيجي مسلا تشتري الارض بتاعت المصنع بمبلغ ده. هتبني المصنع ده. خلاص? هنا الموضوع يختلف عن حساب الجاري. حساب الجاري كان بيع وشيرة بتاع سلع او خدمية عادي. ما هنا بقى بنتكلم عن استثمارات وحاجات اكبر من كده اكبر من بيع وشيرة بس. خلاص? طيب بقى بيقول لك ايه? بيقول لك اسيتس اللي انا ببيعها للاجانب والاسيتس اللي انا باحتيريها او باحتيريها من بره. فقط? بتوين السهل خلاص? وفرق ما بين. لما انا كواحد مصري اروح استثمر في السبو YEAH يشتري حتة ارض عشان نبدأ عليها مصنع. حراز? هو ده برشيز اف اسيتس هيلد ابرود. حراز? طيب. اه معناه ايه? اللي هو ممكن اه وشخص مصر هنا عنده اسيتس بره. ما بيقول لك اهو ممكن يكون حاجات اه رسمية اه احتياطي او او اه احتياطي رسمي يعني برده. ممكن يكون حكومة لها استثمارات خارجية. ممكن يكون برده برايفت اسيتس. داريكت ما هو? مش شرط يكون حاجات حكومية او حاجات رسمية يعني. ممكن يكون انا كشخص هو اتكررت اللي انا كمستثمر مصري. قررت اللي انا هستثمر في السعودية. فهروح اشتري حتة ارض وابني عليها مصنع فهدوة يعتبر وتحط فيه. طيب. لو ما الاجانب بقى اللي بيجوا استثمروا عندنا في مصر. خلاص بيجوا اشتروا من عندنا. يجي اشتروا من عندنا ده الشركة الايطالية لما تيجي تشتري مصنع. ماشي الارض اللي هيبني عليها مصنع ويبني المصنع. ده يعتبر ايه حاجات اجنبية او استثمارات اجنبية عندي هنا في مصر. ده ملخص فينانشل اكاونت. طيب نن فينانشل اكاونت بقى هو بيقول لك ايه بيختلف عن الفينانشل اكاونت. ده شامل حاجات نن ماركت اكتيفتيز. ايه شيء يواخد بالك من كلمة ايه في الغالب بيبقى في ال ما موجودة في ده ده زي كابرايت و تريد مارك. خلاص بادت كده عبرها عنيه اصلا خلاصة بتاعتها نن ماركت اكتيفتيز. خلاص? ايه زي اللي هي كابرايت و تريد مارك وكصة دي كلها ها تتحط في non financial account. طيب. دعا انا اخش على تالت حاجة. اه اه ستلمنت اكاونت. خلي بقى انا ظهروا باسمه جديد ممكن يكون اللي هو حسابات التسوية خلاص? او 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 الحسابات الرسمية الدولة. خلاص? طب ليه اسمه تسوية? قلت لك اسمه تسوية عشان هو بيساوي العجز او الفائد في ميزان المدفوعات. وكلمنا بيسده ازاي? بس سريعا يعني ما خلناش في تفاصيل. طيب اهو مكاون من تلت حاجات. اللي هو احتياطي نقد رسمي خلاص? اللي هي الاحتياطي بردو نقد من العملة الصعبة او العملة الدولية اللي هو يدخلها في في بال العملة اللي بيحصل? لما يلاقي الدولة فيها عجز في الدولارات. ابنك مفيهاش دولارات ابنك ما خلاصですね فلست مفيهاش دولارات فيعمل ايه? هيطلع من الله واحتياطي الرسمي او الاحتياطي بتاعي الفلوس آآ العملة الصعبة. ويزخها في البنوك. طلع ضرورات يحطها في البنوك. خلاص. وضوط طبعا يعني كرسة اه اه هو ده بقى اللي بيسبب الازمة اللي احنا فيها دلوقتي بتاعت اه الا 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 بتاعت الجنيه بتوقعها. طيب. ده كانت تالت حاجة عندنا وكلامة كانت تفاصيل عن بالانس اوفيمنت. تعال بقى نشوف هاكلمة عن كل تفاصيله. ازاي بقى هتسجل ما بالانس اوفيمنت ده ده بنسجل فيه كل المعاملات اللي احنا قلنا فيها دي. طيب ازاي بقى معاملات ديت هتتسجل في بالانس اوفيمنت ده. بص ركز معي بقى. فيه الرول اللي قدامك ديت. خلاص? لو فهمتها خلاص انت مش هازم تكامل الفيديو اصلا انت خلاص انت كده انت كده تفهمت كل اللي جاي ايه. خلاص? الرول ديت بتقولك ايه? بتقولك ان اي ترانز اكشن فيها فلوس خرجة بره. ماشي? ركز من الكلمة. اي ترانز اكشن فيها فلوس خرجة بره مصر. خلاص? دفعت فلوس للاجانب. خلاص? ده هتتسجل في ايه? في الديبت. ديبت سايد. وهتتحط ايه تحط لها طبيعي. فلوس خرجة. خلاص? فلوس خرجة. فبعيدة بقى عن الاكاونتنج. ماشي? ففلوس خرجة هتتسجل فيه. الديبت. والنيجاتيف علشان ديت فلوس خرجة فهتقلل من الفلوس اللي معي يعني. طيب. دي كده لو فلوس خرجة. طب لو فلوس داخلة بقى. تاني اي ترانز اكشن فيها فلوس داخلة هتبقى ايه? هتبقى وهتبقى وهتبقى بوزيتف. بوزيتف ساين طبيعي. عندي الفلوس داخلة. اي فلوس جايلي من الاجانب. ماشي? تاني انت لو فهمت الرول ديت كده. خلاص انت كل اللي جاي. ده وجه بس ماشي عنك عليه. ومش هتحفظ حاجة. ماشي? او لو ما فيبتش الرول ديت انت كده كل اللي جاي مطلب انك تحفظه. عشان كده هقولها لك تاني. اي ترانز اكشن فيها فلوس خارجة براك تبقى اي ترانز اكشن فيها فلوس خارجة برا مصر. تبقى كده دقيقة ديبت. وهتطبقى اي نحط لها طيب. العكس با اي ترانز اكشن فيها فلوس داخلة نخلالة في مصر. خلاص دي عبارة عن اي كريديت وهتتحط فيه بوزيتف ساين. او الكلام بيقولك اي فلوس ده فيها على الاجانب هتتحط في الديبت والنيجتيف ساين. اي فلوس جايلي من كده بس يقرأه مش اكتر. ما فهمتوهش بقى انت كان مطالب انك تحفظ كل اللي جاي. هو اي اللي جاي اصلا? اللي جاي بيقولك هو اي ديبت واي كريديت? هيمسك بقى حساب حساب عندنا او دوت حساب من حسابات الكونت اكاونت. صح? هيمسكه و هيقولك ده يعتبر ديبت. ليه ديبت? لان ديبت يعتبر فلوس خارجة. انا بستورت حاجات. فالحاجات اللي انا استورتها دفعت دفعت قصدها فلوس. صح? فبتبع هحطها في الديبت. طيب الاكسبورت اف جودز اكسبورت اف جودز ديت عبارة عن اللي انا اا صدرت حاجات. فالحاجات اللي صدرتها ديت نتج عنها ان في فلوس ده خلالي. صح? في في فلوس هتدفع وصدر الحاجات اللي صدرتها ديت. فعشان كده هتتحط فيه خلاص? هو ده بقى كل اللي جاي. همسك حساب حسابي يقولك ايه 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 ديبت وايه فيه. ماشي تعالي ارى الكلام. زي اكسبورت عارفينه من شوية. بقى بقى بص ركز معي. لما تكون اعلى من خلاص? لما يكون الوردات اعلى من الصادرات. يبقى كده عندي عجز خلاص? لكده في عجز عندي. عجز تجاري. هسد وزال عجز التجاري دوت? عن طريق صف الاحتزات الدولية اللي احنا كلمنا عنها او صف سوريا صف احتزات النقدية. طيب العكس بقى لما يكون الاعلى من خلاص بقى انا كده عندي فائد ودي طبعا حالا يعني مش حارف. هل ممكن تحصلنا في وصف يوم الايام يعني ان شاء الله. خلاص? فالعجز دوت او صور الفائد دوت هسده هسده ازاي عن طريق برضو صف الاحتزات الدولية اللي احنا كلمنا على. خلاص? بقى انت لما هم اللي تعرفوا بص ما عشان كده بقول لك اتراعرفت الرول خلاص. اتراعرفت الرول اه 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 ديت عبارة عن اه اه حاجات بستوردها في الحاجات اللي بستوردها بطفع اصدها فلوس. اه خلاص باديات كده ديبيت وهو احطولها شفت? لو انت فهم خلاص. طب الاكسبورت اف جودز هتقول اه الاكسبورت اف جودز ديت مبارة عن اه فلوس ده خلالي. فبالتالي تحط في كريدت سايت. بس كده خلاص. بقى انت كده مش هتحتاج انك تحفظ حاجة. والحطة بتاعة الايمبورت لو اكتر من الاكسبورت دي حاجات بيروجيكال كده. يعني لو انا استوردت اكتر ما اصدرت بقى انا كده عندي عجز ولا عجز صحيح. طيب. نفس الكلام برضو مفوش جديد. دات معناه ايه? معناه ان فيه حصلت. وفيه فلوس خارجة من بره او سوري خارجة يعني بره. علشان ايه? وصادق خدمة اللي انا استوردتها ديت. فطبيعي هيبقى والعكس صحيح. ماشي. وازي ما انتفقنا برضو رجعتين كده. اتكلمنا عن الخدمات ديت ازي ما قلتلك اللي هو انفق السياح. نفقات التعليم في الخارج او في الداخل. او مصري بيتعلم بره. او اجنبي بيتعلم في مصر. ونفقات العلاج وفي الخارج انه خدمات ناكل الركاب والبضائع والخدمات الاي سيتي سيكتور والتأمين وكل دوت يعتبر في سيرفيس اكاونت. طيب. الانكم اكاونت. انكم اكاونت نفس الكلام بصك اركز معي. الانترست. والديفنس. الفوائد. وتوزيعات الارباح. والبيمنت ميد. يعني اللي هو الحاجات اللي هنا في مصر بتفعل الاجانب خلاص? واحد سعودي. قاعد بره. السعودي دوت شريء اسهم عندي هنا في مصر. والاسهم اللي هي توزيعات ارباح. صح? فتوزيعات الارباح ديت هتروح له فين? هتروح له هناك في السعودية. خلاص? خطيب لك من كلمة هتروح له هناك في السعودية. معنى ان هتروح له هناك في السعودية ديت ايه? ان في فلوس خارجة بره. صح? دفعت فلوس اصاد الاغنبية الموجودة عندي في البلد. خلاص? دفعت فلوس. بقى تخدت بقى يا كفى بس كلمة دفعت فلوس ديت بتاعك. خلاص? بقى معناها ان في فلوس خارجة. طب العكس بقى على الكريدي. مقابل اه اه ابرود. خلاص? ده كده معناها ان في فلوس ده خلالي. زي ما قلت لك مصري قاعد وعنده استثمارات في السعودية والكويت وامريكا وكل دول. والاستثمارات ديت او او الاستثمارات دي بيجيب له فلوس او عوائد او شارع اسهم والاسهم ده بيجيب له خلاص? فدي كده في فلوس ده خلالي. فبالتالي هتبقى كريديت. طيب عندي ايه تاني? اه تحولات بقى التحولات للخارج او للداخل. اهو التحولات اجانب شغالين هنا في مصر والاجانب دولت هيحولوا فلوس. شفت شفت خدت بالك من الكلمة الاجانب اللي هنا في مصر هيحول فلوس لاؤسارهم اللي قاعدين في السعودية. فكده في فلوس خارجة برد البلد. فلوس الخارجة برد البلد كده خدت بالك من الكلمة عشان كده بحسبها ايه? ديبيت او اه بحط لها اه نيجاتيب صعيب. بس زي برضو وبردو مثال تاني لها اه او 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 اللي بتحصل احنا تكلمنا عنها. دي برضو ممكن يكون ديبيت او ممكن تكون على حسب انت الدولة. خدت معونة او اديت معونة. ماشي? ما الحالة اللي كانت مصر اديت لايطاليا فيها حاجات ساعة الكورونا ديت. اه الحالة ديت مصر هتحطها في ديبيت خلاص? اما ايطاليا هتحطها في ديبيت خلاص? اه عشان كان ممكن المعونة ديت او المعاملات من طرف واحد يتظهر في ديبيت او في الكريدت. طيب تعالي ناحية الكريدت. الكريدت ديت عبارة عن ايه? المواطنين المصريين اللي شغالين في الخارج بيحولوا لأهليهم فلوس هنا في مصر. فالتحولات ديت بيه فلوس داخلالي. فيه فلوس داخل البلد. هتبقى ايه? طبيعيا هتبقى كريدت سايت. او كاونت المصريين او المواطنين اللي عاملينها في الخارج بيحولوا فلوس هنا في مصر فكده في فلوس دخلالي عشان كده كريديد. طيب تعالي بقرش على الكابتال اكاونت. الكابتال اكاونت فرغة بين حاجتين بريتشيز اوف اسيت و سيل اوف اسيتس. اول حاجة بريتشيز اوف فورين اسيتس. بريتشيز اوف فورين اسيتس ديت معناها ايه? معناها اللي واحد مصري قرر ان هو هيستثمر في الخارج. خلاص? راح يشترى حتة ارض وراه وعمل بناء عليها مصنع. فالحاجات التعتبر ايه? في فلوس خارجة. المصري دوت علشان يجيب الدولارات اللي هيستثمر بها في الخارج عمل ايه? ما في فلوس طلعت هنا في فلوسوا اللي كانت هنا في مصر طلعت برا. صح? بريتشيز اوف Efrain assets. اشتريت الاصيتس اللي برا ده. بايه? اشتريته بمقابل عملتك. او يعني ايه? خرجت عملتك برا عشان تشتريه. صح? او بزا. فيه فورين اسيتس. اشتريناها باي مين? مين الاشتراف فورين اسيتس دوت? ريزدنت اب زا كونتري. واحد موقيم عندنا في بلد وقيم مصري استثمار برضه. فبالتالي اشترى دوت. فبالتالي في فلوس خارجة. فهيبقى طيب. والعكس صحيح بقى. اللي هو الاصل المصري هنا. بس الشركة الايطالية جات اشتريته. فدوت يعتبر استثمار. آآ يعني فلوس فلوس جيان مقابل استثمارات. فبالتالي في فلوس دخلة. بالتالي احطها في كريدت سايت. طيب تعالي بقى السيل. السيل افترض الاجنابي دوت اللي جيه. خلاص بقى هسحب استثماراته من مصر. فعمل ايه? باع حتة الارض الشركة الايطالية دي. باعت حتة الارض. وباعت المصنع. خلاص? وسحبت استثماراتها الخير. خدت بالك من كم تسحبت استثماراتها. بس هيبقى الاسس ده ويروح بفين? هيوعد بف مصر. لا يرجع بقى بلده. خلاص? سحب استثماراته. فبتللت فلوس خارجة. عشان كده هحطها ديبت. وعكس برضو كريدت مصر اللي قات في السعودية قرر انه هو يسحب استثماراته في السعودية. فعملي قبل ما يسحب استثماراته. باع الشركة بتاعته او مصنع بتاعه. وجيه هنا مصر. خلاص? فكده جيه هنا مصر الفلوس اللي هو لسه بيعها. فكده في فلوس ده خلالي عشان كده هحطها كريدت. خلاص? بلدك بقى الاسس ايه اللي ممكن يخش معي زي الا او تروح تشتري اا دا او تروح تشتري شركة برا. لو تروح تشتري جزء من شركة دي اعتبر direct investment. الملأس؟ اما الا او انك تاخد كارد او تسد كارد. تعاني شوف دي هسان يسحجل ازاي عشان ديابت لها ايه؟ لها حاجة خاصة كده غير الجودز اللي قلنا نتكاري معناها من شوية. طيب عمليات الكارد دي كده المميز فيها انك بتستلف فلوس خلاص? بس الفلوس انت استلفتها ديت مش بتفضل معك للابد. انك بتسدها بعد كده. ده اللي بيميز العمليات بتاعة اللون هنا. بص ركز معي في بقولك معناه ايديه. معناه انه لو انت بتستلف من برة فلوس فالفلوس ديت اللي انت استلفتها هتعتبر خلاص الله ما انت هتقول في فلوس ده خليتلي. مش انا استلفت الفلوس في فلوس ده خليتلي. لا ما انت هتسدها بعد كده. خلاص? فالفلوس ديت مش معك للابد. ده بقى دين عليك. بقى لازم تسده عليك. خلاص? فعشان كده اكشن ديت بقى اعتبرها وديها خلاص? تاني. انت بتستلف من برده فلوس. صح? فالفلوس ان انت استلفتها ديت مش انت عليك اللزام انك تسدها بعد كده. عشان كده بحطها في طب تعنيها حتى تانية كريدت سايت. كريدت سايت بقى دوت لو لو الناس الاجانب استلفوا مننا فلوس. فده بحطها في كريدت. هتقول لله ما فيه فلوس خارجة هي. اه يعني فيه فلوس خارجة. ليه بحطها كريد? لا. ما هو الفلوس اللي خارج ديت هيسدها بعد كده. فده بقى الزام عليه ان هو هيسدها لي. فبالتالي بحطها كريدت اهو. زودت الكروض الاجانب شرينها منك. خلاص? لو الاجانب بيستلفوا مننا فلوس. ماشي. ده كده بقى ناسبه لانك تاخد كارد. طب تعالى بقى لسادات الكاردد اولا. نستعنى معاهك اده في الديبيت سايد. في الديبيت سايد بقى قطعة البلد بقى بدت تسد كارد اللي عليها. خلاص? خلاص. فمعنى ان تسودة الكارد اللي عليها بقى تعمل بقى كده في فلوس خارجة. فطبيعا هتتسجل ديبيت. خلاص؟ و كريدت بقى كده الناس اللي احنا كنا مسلفنهم او الاجانب اللي احنا كنا مسلفنهم بدقوا يسد ل عليهم فهي طبيعي بفلوس ده خلالي عشان كده هتتسجل فيك هو بيولك يعني المعاملة بتختلف من انك هتعمل لون او انك هتاخد لون خلاص? معاملة دي عندي خلاص? هو المختلف بس انك ايه? لما تيجي تاخد كارت لما تيجي تاخد كارت دوت المختلف عن عملية الشراء العادية بتاعة للسلعة. ماشي. تعال نخش بقى على او او بيولك هو دوت هو هو نفس فكرة اكاونت. يعني نفس الفكرة اللي هو لو فيها فلوس خارجة هتبقى ديبيت ولو فيها فلوس دخلة هتبقى كريديت. وما لفرق ايه? فرق بس ان ديت معاملات حكومية. اللي بتعمل ديت. اما غير كده ما فيش اي فرق. هو هو اللي فات. مش هنقول حاجة جديدة. اهو. اه ده هنا احنا هنا هنتكلم عن اللي هو المصريين اللي معالوه العملة او الاجانب اللي معالوها العملة المصرية. متشب? هنا هنتكلم من اي حد د. او increase in holding of foreign currency reserve by country central bank ده معنى ايه? لو انا كحكومة انا كحكومة اعايز ازود الفورين كرانسي اللي عندي. عايز ازود احتياط النقد بتاع العملة الصعبة. او اخذ بالك من الكلمة اوه? عايز ازود ايه? احتياط النقد بتاع العملة الصعبة. فهاعمل ايه? هعمل ايه? هجيب دولارات من بره صح? دولارات اللي هجيبها من بره ديت هيكون قصات فلوس بتدفع هيكون في قصات فلوس خارجة. فبالتالي في فلوس خارجة بره عشان كده هسجل ديبت. والعكس صحيح بقى الكريدت دوت لو في دولة بره خلاص. عايزة تزود احتياط النقد بتاعتها من العملة بتاعتي. خلاص? فهتيجي طبعا تفعل فلوس عشان تبدل عملة وتيجي تاخد عملة بتاعتها بالتالي كده في فلوس ده خلالي عشان كده في حصل عندي زيادة في احتياط النقد بتاع الدولار خلاص? مقابل آآ مقابل كده يعني في في فلوس ده خلالي خلاص? خلي بالك. او اقول لك على حاجة لو ما وصلتش قوي ديت يعني ايه? مش هنتكلم بقى كحكومات وده ولا بص لو حد عايز اشتري العملة بتاعتنا. معنى ان هو عايز اشتري العملة بتاعتنا كده اللي هيحصل ان هو هيدفع عملة اجنبية عشان ياخد الفلوس دي. صح? فدي كده باعتبرها فلوس ده خلالي. دفع لعملة اجنبية. دفع لدولارات عشان يشيل جنيه مصري. صح? فدي كده في دولارات ده خلالي. فبالتالي كده في فلوس ده خلالي بحطها كريدت. العكس صحيح بقى. لو انا كمصري عايز اشتري دولارات. فهعمل ايه? هطلع من العملة بتاعتي هدفع فلوس عشان اشتري دولارات عشان. معنا ان دفعت فلوس كده في فلوس خارج عشان كده. بحطها. طيب. تعال بقى للسطر التاني ده. ده ما او تعالي بتادي بالكريدت احسن. ده معناه ايه? معناه انك بتبيع العملة الاجنبية اللي معاك. فبالتالي في فلوس داخلة. صح? بتبيع معاك دولارات وبتبيعها. فالدولارات اللي انت بتبيعها ديها في فلوس داخليه لك. خلاص. بتجيب لك اه اه بتدخل لك عملة صحيحة في كريدت. بحطها في فلوس داخلي. العكس انا صحيح بقى. خلاص? طيب. بس انا كده خلصت الجزئة بتاعت. وعايز اقول لك بقى ان الجزئة ديت يعني ايه? هي ما تشرحتش في محاضرة بمدوك. بس قال لك ان يعني المعاملات هنا هي هي زي معاملات في اكاونت. بس مفيش اختلاف. وبعد كده خلاص خلصت المحاضرة على كده. انا قلت برضو افهمها لك برضو كعناوين. بس وكده هنكون خلصتنا عندك اي سأل كلمنا عميل او كلم نعود سابع رقم دوت يال. سلام.